اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي في فيديو النهاردة هنعمل حرف بسلك النحاس كل احنا هنجيبه هنجيب سلك النحاس و هندور القطع الاولانية بالشكل ده كده ندورها على بعض بالحجم اللي انت او زيه ممكن تعمليها صغيرة و ممكن تعمليها كبيرة على حسب الحجم اللي انت او زيه وبعد كده بنفرد السلك النحاس و بنقص قطع سلك النحاس بالطول اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزين يشكل به الحرف انا هقص قطع حوالي 25 سنتسي و هجيب ابرة مقاس خمسة و هجيب ابرة مقاس خيط سلسلة هشتغل عقدة البداية هجي هنا عند الخيط من تحت اللي انا عملت فيها الدايرة لا تخليش الخيط يفك و هشتغل على السلك النحاس بغرز الحشو كلها دلوقتي هرتفع سلسلة و هشتغل غرز حشو على سلك النحاس و هشتغل غرز حشو على سلك النحاس هشتغل كل الحجم اللي انا قصيته غرز حشو على سلك النحاس معادة قطعة صغيرة فوق من سلك النحاس مش هشتغل عليها حسنة دلوقتي لها اقفل بها الشوخل و انا وعد اصدق الخيط الزيادة هولي انا عملت بالعقدة في البداية مية تحت الشوخل يبقى انا هشتغل غرز حشو على سلك النحاس كله قطع اللي انا قصتها يعني بنفس الطريقة كده وهرجع له جديد سلك النحاس ده انا شريه من عند بتاع الخيوط هكمل بنفس الطريقة غرز حشو على سلك النحاس وهرجع له جديد اشتغلت حوالين سلك النحاس كله بغرز الحشو وصبت قطعة نحاس من فوق الوقتي هنشكل مع بعض حرف الايه احنا القطعة دي تانيناها مع بعض دورناها مع بعض هتنيها بالشكل ده كده بعد كده هامل قطعة قدها هنشكل في الفيديو النهاردة مع بعض حرف الايه انت ممكن تشكله اي حرف انت عاوزيه كده انا عملت كمثلسة لتحت اهي هتنيل القطعة التانية هليها الفوق كده هتنيل القطعة هستطيع هم من فوق في الشكل ده كده هسستطيع هم من فوق بشكل ده كده قطعة اللي احنا سبناها ممكن ندورها بالشكل ده كده ندورها على بعض عشان برضو الخيط ما يفكش من الآخر طبعا الخيط الزيادة ده بدخله جوه الشغل من جوه كده شكلنا مع بعض حرف الايه شو ممكن تشكلي اي حرف انت او زي طريقة سهلة وبسيطة كل اللي انت بتعمليه انت بتجيبي سلك حيث بتقصيب الطول اللي انت عاوزه تعملي به الحرف وبعد كده بتعمل بغرز الحشو وبعد كده بتشكليه الحرف اللي انت عاوزه وبعد كده هندخل الخيط الزيادة دي في الشغل من جوه هدخل الخيط وازبط الحرف وهارجع له كتاب واشتغلت بنفس الطريقة اهو وخيط الطرف ده في الحرف نفسه وبرده خيط الطرف ده في الحرف نفسه لشان يثبط اكتر وبقى معي حرف الايه بالشكل ده كده شكله جميل ومميز ممكن تستخدمي في حاجات كثيرة ممكن تعملي حجم اظهر وتعلقيه في السلسلة عادي شكله جميل قوي وممكن تعلقيه في العربية وممكن تشكلي حروف رمضان كريم وتكتبي رمضان كريم بالنحاس وبخيط المكرمية ممكن تستخدميه في افكار كثيرة قوي وممكن تشكلي خط النحاس من الشرط وحروف ممكن تعملي قلب او ورده بنفس الطريقة كده ان انت بتطعامي السلك النحاس بورز الحشو وبعد كده بتشكليه الحاجة اللي انت عاوزها او الشكل اللي انت عاوزها انا هنا شكلت حرف الايه نما انت ممكن تشكلي الحرف اللي انت عايزها اكتنك بتكتبيه هيكون معنا بالطريقة دي كده لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا 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 في القناة